الوضع حساس للغاية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الآن قد يكون هو الأخطر على الأطلاق وعلى الرغم من هذه الظروف وعلم الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة الموقف إلا أن البنتاجون أعلن عن سحب يو اس اس جيرالد فورد حاملة الطائرات العملاقة من البحر المتوسط قد تكون لم تتحرك الآن ولكنها ستغادر وهذا أعلان رسمي وصدر حول هذا الموضوع يعني ما تفسيرك لمغادرة حاملة الطائرات الأمريكية من هذه المنطقة هل هي رسائل سياسية لإسرائيل أم هي لحسابات عسكرية أمريكية في المنطقة وألا ترى بأنها رسالة ضعف لحزب الله ولإيران في نفس الوقت لا أبدا نعتقد بأنه من المفهم أن نفهم بأن هذه الحاملات يمكن أن تعمل لفترات زمنية محددة فقط في وقت نشرها وهذا كان فترة نشر طويل هنا فإذن أنا الأوان لإعادتها إلى الميناء وقد أحلت من قبل البتان ومجموعة حاملة أخرى ربما لا يكون لديها ذات القدرة مثل الفورد ولكن في ذات الوقت فهي حاملة قوية حسب تقييم الولايات المتحدة هي قادرة على أن تتعامل مع التعامل مع كافة المهام التي أنجزتها الفورد فإذن لا أعتقد بأن هناك رسائل سياسية ولا أعتقد بأن هناك رسائل استراتيجية حتى لأنه إذا كان هناك قرار لمعاقبة حزب الله فهناك من القدرات الكافية من جانب البتان الأمريكية وهذه المجموعات الهجومية لتتعامل مع أي تحديات يمكن أن تنبتقى في المنطقة